هذه الخشبة يا روز. اصبت بجانبي يا جاك. جاك. اسمت بجانبي يا جاك. انني اتجمد يا روزة. انا. انني اعرف. افسح لي مجالاً بجانبك باتتقيش انانية. افسح لي يا ابن الفلاحة. اسمت بجانبي يا ابن الفلاحة. ارجوكي مكان ما دي بايش زبالة. لا مكان ما دي بايش زبالة. هو مكان واحد. انت فاكر نكسك بجوه. انني لا استطيع العوم. ببكار. بشار. يا بقى. اسمت بجانبي يا عامل. عامل اسماعيل يا سين في فيلم يا اجنبي. ان مشكلة كوميديا بالانجليزي. كوميديا بالانجليزي. بس بس. انتو الاثنين بيتمثلوا اسبل من بعض. احلى حاجة ترجمة. صراحة. وقال لكم ايها دي دعا ما تروشناش بقى. يا ظلمة. 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 طوفيق بعدين ريحتك وحش يا طوفيق. زي بينا بوقوا بيموت جوه. وقاعدين بتلعبوا افلام يا ظلمة. يا عبوا انت مالك دي مشاكل عائلية. انت هيا يا خدام هنا وبس! بتطف علي يا ابن عمي وتشكر يا ابن عمي حد عيتف تاني في ايه يا حمد؟ انت معصب نفسك كده ليه؟ بكرا نورس ونتردهم من هنا طردة الكلاب تتردونا يا ولاد عمي هيا دي القصور قصور ليه؟ انت عملي فيها مسكين كيف هي الحكايات والزنب اللي بتوعد تقول عليها البابا اللي علينا احنا لغاية ما كرهنا نبا بنبقعش الزنب بحد يا راشا عيب يا سلام يا أخويا والبرشامل مين الاشا دي فعلا؟ يا سلام يا أخويا والبرشامل اللي احنا بندربه والحاجات اللي بنعملها مين اللي بيقولها البابا؟ مش انت؟ الحاجات دي حقيقة انا مبتريش على حد يا ابن عمي يا فتان يا فتان يا فتان بتتريقوا علي يا ولاد عمي متشكر يا ولاد عمي وسع وسع بتطف علي انت جمال متشكر يا ولاد عمي بس يا جدعان تماما كان برضو بتعملوا ما نفعش نعمل فيه كده خد خد يا توفي انت صعبت علي انا هعمل معاك حاجة من الاتنين يديك فلوس يديك موبايل الكتير تبخيل امرك ما تديني فلوس تديني الموبايل تديني عشرة؟ اتنى عشرة؟ اتنى عشرة؟ متحذي عليك متحذي عليك متحذي عليك؟ بتجنوني عشان معاكوا فلوس يا ولاد عمي ايوة اشوف فيكو يوم يا ولاد عمي اشوف فيكو يوم ده انتو بتأذينا من زمان ده انت تأذينا انت وامك من زمان قوي امي؟ اه امي كان بتأذيكو؟ ايوة انا ام دي كان بتردع رامي أكثر ما كانت بتردعني والله العظيم وتقالي رامي كان بتردعني لبن مخشوش بس بالشوكولاتة ما تنكرش كان بتقع تشرف مية طول ما هي بتردعني اللبن باز يعني تموت من العطش عشان انت تكبر يعني ليه كده يا ولاد عمي؟ عموما انا هنام دلوقتي مظلوم ويا بخت الممات مظلوم ولا بدش فيه توفيق كانت توفيق قولي دلوقتي هوا مين مع بابا جوه؟ المحامي عزت يا ظلمة المحامي عزت جوه يا ظلمة اشوفكو يوم اشوفكو يوم يا رب يا رب يا ظلمة اطلع براه يا غدعان عايزين نغلص باب من الموال ده اذا ادهلنا المحامي ده يا عموما يا اسموه عزت يا أستاذ عزت ايوه 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 اهلا 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 انت ابوكو كان بيقولوا عليكو طلع صح بقى. بقى اللي هو ايه? اللي هو ان انتو عيال زبالة يعني. الله انت جاي تغزقنا بقى ولا ايه? لا انا همشي ايه ولا 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 انا قلت لك همشي? جريالة. جريالة. هتططول نفسك ولا ايه? اه. لسه بتبرشم دخلت على مرحلة الكلة ولا لسه? لا لسه. اه. وانت يا امورة. نعم. اخبار البرتيتة بتاعت الامار ايه? اه. اه. ابوكو ايالي على كل حاجة. وانت يا لا. ايه? انت اه انت السكري ماشي ماشي. وانت يا ايه? لسه بتصاحب السستات الكبار وتاخد فلوسهم. انت معسك فلوس يا انت. ايوه. او احب الفلوس. احنا على فلاة من نحب الفلوس. وبعدنا انا ممثل وممثل شاطر. انت فاشل يا. انا فاشل دهنا لسه مدرب احمر الساقة على اخر دور بتاعك. انت كنبارس يا لا. انت بتطلع بضهرك بعشرة جنيه. انت عارفت? اه عارفت طبعا وريني ضهرك. اه. نص الافلام طالع بالضهر. عادي جدا. بعشرة جنيه يا كهاني. طبعا طبعا. اللي قال لك على الحاجات دي. ولاد عمنا الحفوظين الزبالة. ولاد عموكو ما قالوش حاجة لبالك كلها عارفة عنكو كل حاجة. وابوكو كمان مددق جدا. عشان كده ابوكو قرر قرار مهمة اول. بس عارفت طبعا عايز اتجوز. انا طالع بتاع ستافل ابويا. انا عارف. انا بقى اشوف له واحدة كبيرة في السن من اللي بنشي معاه. من اللي طلعه البرد من الجتة. يا ابنة ابوكو مش في دماغه الكلام الفارغ ده. ما في دماغه ايه? ابوكو هيوزع الورث بتاعه. ايه ده بجد? ايه. هو حي كده عادي. او هو حي. طب حل. ايه. وجايبني بقى مخصوص عشان ازبط الورث وكل واحد يعرف نصيب. ايوة بقى. يلا. دورس بقى. يلا. عارفين هيوزعه ازاي? طبعا زي ما الشرق بيقول عفو. بالضبط. اه الولد فيكو هياخد عشرة مليون والبنت هتاخد خمسة مليون. بس الكلام ده في حاجة بسيطة هتحصل. ايه يعني? الولد في ولاد عموكو هو اللي هياخد العشرة مليون والبنت هي اللي هتاخد الخمسة مليون. يعني توفيق هياخد نصيبك وانت اه التاني اه اه برضو الولد التاني. مين دول? ايوة ماني دولة. وانت عارفة مين هتاخد نصيبك طبعا. ايه حاجة ايه المهم يعني? كلها. ايه وانا. هنقصنق بعض الكلام ولا ايه? شخصيتك وهي اوي. طيق اي. لابا. هو ربيعه كريم. خلاص سلمتوا ماشي ماشي بس الكلام ده لمدة شهر لو زبطوا نفسوكم مع ولاد عموكو زبطوا نفسوكو مع ابوكو انتو ما بتزوروش بقى لكو كتير ساعتها الفلوس بعد شهر هترجع لكم خلاص اوكي بعد شهر نستنى بقى وناخد الفلوس لا 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 الفلوس هتصير ببكرة ان شاء الله انا واخدوا معي البنك كل واحدة ياخد فلوس ولمدة شهر زبطوا نفسوكو وبعدين تقابلوني بعد شهر سلام يعني ايه ولان عملنا ياخدوا رسانة يا جي ده عندهم هتصير من فلوس على طول ده الحقوديين وانا عرفهم طبعا هيخلصوه في خلال شهر او اقل من شهر يا جماعة من خلصوا ايه دي ملايين ملايين ملاقاش اول من آخر هيخلصوه في شهر يحبل ما انت بتخلص باللاتين مليون جنيه في الاسبوع اقول لكم يا جي ده انا انا جات لفكرة ايه بصوا احنا مشالمش من البدة احنا نفضل على دلوم هنا وكل واحد فينا ما يقفش واحد ولو حد فيهم حاول يجيب علم السجاير نشربها ايوة ايه اتفقنا ايه يعني نمنحهم انصرف الفلوس يا غبي ونهوضهم لعد ما الشهر يا عدد اهو مراجل فاهم اهو ماشا هم هيروحوا بكرة الصبح مع المحام عزة اهو ميرجعوا بالبنك لانهنا عدل لهم هنا اتفقنا اتفقنا موسيقى تحمق تحمق موسيقى الدنياي طاق اللي رخ 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 مع السلامة يقوى سالي علي يا شعره يا بويا شعره يا بويا يا أجمل هدية من أمي وابويا